وقال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس تولدنبرغ أن الحلف سينشر قدرة وقوات على أراضيه وأنه وضع أكثر من مئة طائرة حربية في حالة تأهب قصوى في رد على الغزو الروسي لأوكرانيا وشار في مؤتمر صحفي بعد أن ترأس اجتماعا طارئا لسفراء الحلف يجب أن نرد بعزم متجدد ووحدة أقوى ما نفعله هو إجراء دفاعي وقام الحلف أيضا بتفعيل خططه الدفاعية لمنح القدرة العسكريين الإذن بتحريك القوات ومنها القوات الموجودة في حالة تأهب قصوى